اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تطوير العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة لفتا سموه إلى مواصلة الدفع بمسارات التعاون نحو مستويات أكثر تقدما تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله في قصر الرفع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صاحب السمو الإمبراطوري الأمير جورج فون هامبسبورغ لثرينغن الشردوق النمسا حيث أشار سموه إلى التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة والحرص على المضي قدما في البناء على ما يجمع البلدين من علاقات عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات بما يسهم في فتح أفاق أكثر تميزا للعمل المشترك على كافة الأصعدة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب صاحب السمو الإمبراطوري الأمير جورج فون هامبسبورغ لوشرغن أشردوق النمسا عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المجر والدفع بها نحو أفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة